مجدداً يعود الحديث عن صفقة تبادل الأسرى إلى واجهة الأخبار وفي الجديد قال بيان مشترك للمبعوث الأمم إلى اليمن مارتين جريفث واللجنة الدولية للصليب الأحمر إن أطراف النزاع في اليمن وافقت على خطة مفصلة لإثمام أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين وبحسب البيان فإن الحكومة وميليشيا الحوثي قررت البدء فوراً في تبادل القوائم للإعداد لعملية التبادل المقبلة بعد اجتماع دام سبعة أيام في العاصمة الأردنية عمان وحث المبعوث الأمم مارتين جريفث الأطراف على الإسراع في تنفيذ عملية التبادل معرباً عن تقديره لجهود التخفيف من معاناة الأسرى وعائلاتهم من جهته قال عضو الفريق الحكومي في لجنة الأسرى والمختطفين ماجد فضايل إن الاتفاق قضى بالإفراج عن 1420 أسيراً ومعتقلاً بينهم سعوديون وسودانيون وأحد الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن وأضاف فضائل إن هذه هي مرحلة أولى وصولاً إلى الإفراج الشامل والكامل عن كل الأسرى والمعتقلين فهل تمضي هذه الصفقة قدماً أم أنها ستدخل في مرحلة طويلة من المخاتلة والمماطلة كما جرت العادة في تعامل ميليشيا الحوثي مع الاتفاقات السياسية